السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحرككم مرة تانية في شرح شابتر جديد من كتاب Designing Interface النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتناول شابتر 4 Layout of Screen Elements معكم سماء شهيب أستاذ مشارك قسم نظم معلومات كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنظومة معنا Layout هي طريق ترتيب العناصر في حالة Interface Design العناصر دي سواء هي information أو functions أو framing أو حتى decorative parts للشاشة بتاعتي مهما اختلف حجم الشاشة اللي أنا بعمل لها design ويب ولا موبايل المهم نكون واخدين بالنا أو واخدين فحوص بالنا ان placement للcontent هي طريقة فعالة أو مفتاح أساسي إن اليوزر يفهم إيه المطلوب منه أو إيه الأكشنز المطلوبة منه جوه الابليكيشن أو السايت طيب بنسمع دايما كلمة clean design مشهورة قوي في مجالة design بشكل عام كلين لياوت معناها إيه؟ معناها إن هي آه بتمشي آه أو بتتبع البرينسيبلز الأساسية للفيجوال انفورنيشن هيروريكي والفيجوال فلو والالايمنت through a grid and adhere to gestalt برينسيبلز آه خلال الشابتر إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن كل آه البرينسيبلز دي آه وإزاي تخلق layout آه أو clean layout بالنسبة لليوزر هنبدأ أول حاجة the basics of layout طبعا قبل ما نكمل آه عايزين نفتكر مع بعض إن الكتاب ده ماشي بطريقة إنه هو بيعرف لك آه البايزيكس على الكونسبس اللي هو آه بيدي لك title بتاعه في الشابتر وبعدين بعد كده بيدي لك pattern design أو real pattern designs with there examples على الموضوع صدد الشرح طبعا آه مبادئ اللي out آه أول مبدأ فيها visual hierarchy visual hierarchy يعني التسلسل الهرمي آه يعني يعني حضرك وحضرك بتعمل design بتدي لل للواقي أو لليوزر معلومات آه آه عن الحاجات أو العناصر المهمة آه آه جوه آه السكوين بتاعته relationship among them العلاقات ما بين العناصر وبعضها وإيه اللي ممكن يتعمل بعد كده من current state ممكن يتنقل فين أو يروح فين زي ما احنا خدنا في النافجيشن قبل كده وزي ما احنا شرح معها في النافجيشن شابتر ثويت visual hierarchy in action لو حريك بسيط على المثالين A و B اللي قدام حضرتك هل حريك مجرد من نظرة واحدة تعرف A و B has most important information عندها معلومات مهمة A و B منظمة بشكل أكتر ك visual hierarchy في الصفحة طبعا من غير منقشة الواقي هيقول ان هو B هو المنظم بشكل أكتر طيب ده بيعتمد على ايه يا جديد؟ أهمية المعلومة بتبين من حجم عرضها بتبين من طريقة الانلايمنت بتاعتها التنظيم اللي هنا والمسافات والدينستي between lines أكيد هنا في اللي اوت number B أكيد أفضل من A بطريقة كبيرة طيب جميل what makes things look important؟ زي ما قلنا في المثال اللي فات هنا بيركز أكتر ايه اللي بيخلي المعلومات ايه التفاصيل الصغيرة اللي بتخلي المعلومة لو حديك عايز تخليها most important تخليها بالطريقة دي أول حاجة الحجم أكيد الimportant information هتكتب بحجم نسبيا أكبر بالنسبة للإلمنت التانية تانية حاجة its position from the layout في الأمثلة اللي قدام حضرتك أكيد حضرتك هتقدر تميز بسهولة ايه هي المost important information في الأمثلة اللي قدامنا ايه مش بس كده لو حريك علمت حاجة ايه بكلر معين في مكان بارز ايه برضو دي تعتبر most important او بتعمل highlighting للمost important information ايه تالت عامل معنا dynasty او كسافة الكلام ما بينها وما بين بعضها ايه ان حريك تدي ايه dynasty اكبر حوالين حاجة معينة او إلمنت معين فبالتالي حريك بتوجه عين اليوزر عليه ايه رابع حاجة معنا background color لو حريك ميزت background color لإلمنت معين فحريك بتقول اليوزر بص على ده اركز على ده خامس حاجة ريتم او طريقة تكرار عرض البيانات ريتم يعني المنوال تمام استخدم الليس والجريدز هنا بطريقة الليس وهنا بطريقة الجريد على اساس وممكن تدمجهم هما الاثنين مع بعض على اساس ان حضرتك تنظم عرض البيانات وتعمل categorization most important information من خلال الفيجوال هيريركي سادس عامل معنا emphasize small item التأكيد على عناصر الصغيرة لو عندك عناصر صغير او элемنت صغير بس عايز تبرزه لليوزر فحضرتك ممكن تحطه بيختارها عليك ان حضرتك تحطه في زاوية وتخلي حواليه ديناستي بطريقة معينة تحط تحطه في الابر right corner بالنسبة لللياوت تخلي فيه تباين عالي من خلال color بتاعه تغير لونه لان اليوزر ممكن يسيب كل الإلمنت الموجودة في الصفحة ويبص على كيون بيدور على ملفه معين بيدور على كلمة download بيدور على كلمة معينة فحيك لازم تبرزه له بطريقة attractive طيب بعد كده alignment طبعا من اهم الطرق alignment معناها المحاذية alignment and grids من اهم الطرق علشان حرك تحدد اجزاء او تنظيم elements بتاعك وموجودة تقريبا ال grids في كل designs او digital designs الحالية دي اشكال grids are composed of margins and getters getters المارجنز هي المسافات او الهوامش اللي حوالين content نفسه والgetters هي الفواصل اللي حضرتك بتقسم بيها grid بتاعك او layout بتاعك المارجنز هنا المارجنز هنا متحددة باللون الاصفر في المثالين دول والgetters اللي هي الزرقه طيب four important gestalt principles بعد ما تكلمنا عن ايه هو layout وازاي حضرتك تبرز عناصر layout او most important information ايه هي principles العامة كlayout design اللي حركة بتركز على most important information من خلالها هنتكلم دلوقتي على حاجة مهمة جدا اللي هي four important gestalt principles gestalt هي كلمة المانية معناها شكلة وهي كلمة شوية psychological معناها ازاي الناس بتدرك الاشياء المرئية قدامهم او القواعد اللي بناء عليها العامة الهيومن بيدرك الفيجول الoelement الاربع قواعد ايه هما اول حاجة the proximity ال proximity اللي هو ال اورب او العزلة طيب الورب معناها ايه معناها ان ال tomato الرئيبه مع بعضها يبقى حردك كده بشكل غير مباشر قلت لليوزر ان الكونتنت ده مرتبط ببعضه طيب element تانية معزولة عن content معين او في اتجاه تاني او لوحدها بشكل معين مع اخذ الحزبان المسافات اللي بين elements وبعضها يعني ده المتحوطة باحمر ده ده element 1 مثلا مجموعة ده element 2 ده element 3 ده element 4 يبقى حضرتك بتعزلهم او بتعمل disnaction ليهم يبقى معنى كده ان هم content مختلف او مجموعة مختلفة بس هي في حد ذاتها متربطة برضو مع بعضها similarity او التشابه الـ items similar او المتشابهة في الـ shape والsize والcolor حريك بتوجه رسالة لليوزر من خلالها ان الـ items دي مجموعة متربطة برضو مع بعضها فده بيسهل لك ان انت تعمل لـ similar items او similar content من خلال من خلال ان حريك بتميزهم بشي بواحد size واحد color واحد او whatever الخاصية او ممكن تلاتة مع بعض او whatever الخاصية حتستخدمها للتمييز وبرضو بالاضافة لكده الـ alignment برضو ضيف هنا جزئية الـ alignment بيقول حريك هنا ان حريك لو عايز تميز item تخليه special شوية عن بقية الـ items حريك بتخلي جزء من الـ background color مختلف بحيث ان حضرتك برضو بتعمل attraction لـ user eyes ثالث principle معينا الـ continuity او الاستمرارية العين دايما بتتتبع الخطوط والمنحنيات المختلفة من خلال alignment العناصر دي مع بعضها يعني حريك اتبصيت على ده اكيد هتبص من اوله لاخره تشوف نهايته فين بنفس الطريقة هنا تشوف اتجاه الـ element ده رايح لحد فين ومش بس كده ان كمان فيه حاجة مهمة جدا المتبطة بالموضوع ده حاجة اسمها المبدأ الرابع معنا اللي هي الـ closure دايما المخ لا اراديا بيحاول يقفل الاشكال يقفل الشكل بمعنى ايه لو لقى بداية لريكتانجل عبارة عن 3 اضلاع لا اراديا هيحط هو تخيل للضلع الرابع لو لقى circle او شكل جزء من الـ circle هيمشي معاها برضو بطريقة ان هي تكون circle لو لقى الـ closure بتاع الـ elements على شكل ضلعين مسلس برضو الـ prime بتاعته هتتخيل الضلع التالت دي كلها examples of closure بيقول لحرك ان الـ principles دي مش معزولة عن بعضها بيقولك ان هي combination مع بعض بتكمل بعض الـ continuity والـ closure زي ما احنا قولنا بتـ explain alignment حريك تاخدها في الحزبان اثناء عملية الـ design للـ elements بكده الـ gestalt principles خلصناها هنتنقل بعد كده لتاني حاجة في الـ basics of layout اللي هي الـ visual flow تكلمنا عن اول حاجة كل اللي فات كانت تبع الـ visual hierarchy بعد كده هنتكلم عن الـ visual flow visual flow هو التدفق المرئي بتعامل مع المسارات الـ readers eyes أثناء عملية الإراية لبيج أو التصفح لبيج معينة بتعمل لها scanning بشكل أساسي طيب هي مرتبطة ارتباط أساسي او ارتباط كل وجزئي بالـ visual hierarchy اللي احنا تكلمنا عنها من شوية بمعنى ان حركة designer وحركة بتعمل designing layout بتاعك بتخلي في الحزبان كذا حاجة أولها ان حضرتك بتميز للرائي ايه الـ most important information بحيث ان هو يعمل scanning من الـ most important information للاقل او للـ less important information بالتدريج من خلال طبعا الـ colors والـ alignment and whatever اللي احنا شرحناها في الـ visual hierarchy ايه كمان اللي بتعمل creation لـ good visual flow الـ implied lines او الخطوط الضمنية زي ما احنا قلنا في الـ gestalt principles ان العين دايما او المخ بيحاول يوصل لنهاية الخط الوهمي اللي هو ماشي عليه تمام ايه مش لازم يكون وهمي اللي هو مش مرقي لأ الخط مرقي بس ايه الـ content يعني الـ content مترتب او معموله alignment بشكل معين زي ما احنا ايه شرحنا في الـ continuity والclosure لو بصينا على مثال زي ده عينك اول ما هتشوف هتشوف الزراية الزرقة تمام ايه اول حاجة هتشوف الزراية الزرقة بعد كده هتشوف الخط الكبير وبرضو هتبص على الـ young woman اللي موجودة في الصورة طيب هنا حررك بتوجه الوعي بتاع الـ user لـ items معينة الـ items دي ان حررك ازاي تعمل sign up ازاي ايه تعمل حجز للـ ride بتاعتك ايه ده موقع اوبر جماعة ايه سمات الشخصية او سمات الـ wish ان هي ايه الى حد ما مبتسمة ايه والجز بتاعتها ايه بتوحي من هي رضية عن التجربة وهي ايه دخل او هي خرجة فبالتالي ايه بتشجعك على انك تخوض التجربة دي طيب جميل ايه 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 هنا في المثالين دول بيأكد ان حضرتك تعمل الـ implied lines for visual flow ايه ان انت اضيف بعض الـ highlighted colors علشان ايه ايه تميز للـ eye ان الـ content ده ايه مهم بشكل اضافي او ان حضرتك توجهه نحية ان هو الـ inter-act مع الـ element ده تحديدا ايه 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 كمان ايه ما تحطش الـ buttons او ال action buttons ايه ايه في اتجاهات كتير لا احدتها في اتجاه واحد وميزها ايه بـ color معين بحيث ان حضرتك ايه زي ما احنا قلنا تخلي الـ user يـ interact معيها ويكون في مكان طبعا واضح بالنسبة لـ user لو بصينا على المثال ده هنلاقيه ان هو for example of visual flow لو بصيت ليه هتلاقيه الـ elements كل مجموعة اه متميزة وكل content متميز عن التاني بس انا اعمل ايه ابدأ الـ action بتاعي منين ايه ابدأ منين في الصفحة ووح فين تحس ان انت تاعيه وانت كـ user بتبص على الـ layout ده طيب جميل using dynamic displays ودي تالت حاجة في الـ layout basics كل اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده ده خاص بالـ user interface للمسلاً web pages او posters او لوحات اعلانية او billboards او magazine page او whatever اللي حريك بتعمله ديزاين الحاجة اللي انت بتعمله ديزاين كل الحاجات دي يا جماعة static بمعنى كل اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده ده static aspects of layout أو الجوانب السبتة للتخطيط بتاعي طيب انا بتعامل مع جهاز كمبيوتر الكمبيوتر دي فيه dynamicity بشكل او باخر الـ user بيعمل interaction مع الـ interface طيب ازاي اخد في الحزبان الـ dynamic issues اللي موجودة او dynamic elements اللي موجودة في الـ layout بتاعي هنا بيقول لك وفر scroll bars بحيث ان الـ user يقدر من خلالها انه هو يجو forth and forward في اجزاء الشاشة اللي قدامه ممكن هايك تستخدم كمان coherent sections بـ responsiveness او dynamic options زي الـ module tabs والcollapsable panels والaccredions والـ movable panels and so on طيب جميل برضو من خلال برضو اللي انت اتضيف لكل قز الـ scroll bar رابع بيزك اللي هي الـ responsive enabling ده من خلال ايان حضرتك اتوجه الـ user نحية اكشن معين المفترض انه هو يقوم به زي ما هو في المثال قدامنا دلوقتي في الـ macOS preference بيوجه الـ user نحية انه هو يقوم بأكشن معين وليكن مثلا انه هو يضغط على الزوار ده علشان ما يمنع عملية الـ confusion او يمنع عملية الالتباس اللي ممكن تحصل لـ user بعد كده من الـ basics الخاصة بالـ layout برضو الـ progressive disclosure معناها الافصاح التدريجي ان حضرتك تستنى اما الـ user يعمل اكشن معين وبعدين بعد كده تفصح على content اخر من الـ contents الخاصة بالـ layout مدينا مثال هنا على الـ progressive disclosure الموضة.com ان الـ user ما يعرفش ايه هي او مش هيزهوله ايه هي الاجزاء الـ editable في الكارد بتاعه الا لما يضغط على ايه هي الاجزاء القابلة للتحرير او الـ editable content الموجود في الكارد نعم زومينج عشان حضراتكو تقدروا تشوفو ده في البداية يديلو design للكارد ايه هي الاجزاء القابلة للتحرير يمكن ان اضغط على ايه لما يضغط على الـ edit اللي هو الجزء ده بيزهوله الـ editable design او الجزء اللي ممكن يكتب فيه بنفسه طيب اه نرجع تاني الـ ui regions ui regions بمعنى اجزاء الـ user interface ودي اخر basic في الـ layout basics انه حرك تعرف اجزاء الـ interface اللي حرك المفترض تعمل لها design او الحاجة الـ header or window title عادة بتبقى في الـ topmost region في الـ layout بتاعنا menu or navigation عادة بتبقى near the top او في الـ left hand side للشاشة الـ main content area ودي اللي بتحتوي على الـ information content والـ forms والـ task areas والـ branding for landing experience is located يعني الـ content الاساسي للـ brand او للحاجة اللي حضرتك بتعمل لها design او للشركة اللي بتعمل لها design الفوترز ودي بتبقى تحت خالص طبعا من اسمها you can definitely talk to your size بتحتوي على الـ global ڤدندنت navigation results وبتحتوي برضى على helpful information زي الـ business contact information اه وآخر حاجة برف нужة البنال ودي ممكن ان تبقى فوق او في الجنب او تحت بالنسبة للا ليعرض بتاعنا كل الكلام ده هنعرف مع بعض ان شاء الله باذن الله من خلال استعوذ الـ patterns إزاي حضرتك هتعمل ديزاين. طيب لو بصينا على التوضيح الأجزاء هنا في الجزء ده هنلاقي الهيدر فوق الكونتنت بالفوتر ولو هو موبايل ديس بلاي لوجو والكونتنت بيتنظم بالطريقة دي. لو جينا على الأجزامبل الثاني. يو اي ويجينز ويب اند ديسكتوب ابيليكيشنز. طيب بعد كده هندخل في الجزء الأساسي من التشابتر بتاعنا اللي هي الباترن أو الديزاين باترنز الخاصة بالليارت ديزاين. اه تحديدا هنتكلم عملوين من الباترنز. باترنز خاصة بالليارت. وباترنز خاصة بالشنكينج اه انفرميشن. اه اول مجموعة من الباترن الخاصة بالليارت. ننزل مع بعض. اه هما تحديدا خمسة باترنز. تايتل سكشنز. وموديول تابس. واكورديونز. 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 في مجموعة الباترنز الخاصة بالليارت. اه اول حاجة الفيجوال فريمورك. الفيجوال فريمورك هي الكمن كاركترستيكس اللي بيشترك فيها معظم الابس او الويب سايتس اللي حضرتك اه او السكوين تيمبلتس اللي حضرتك بتعمل لها ديزاين. زي ايه؟ زي ان كل الحاجات دي بيبقى فيها بيزيك ليارت. اه فيها مارجنز. فيها هيدرز. فيها جاتر سايز. فيها كالرز. فيها ستايليستيك إليمنت. بس الكونتينت بيختلف من حاجة للتاني. اه بتستخدمها امتى؟ بتستخدمها لو بتعمل اه ويب سايت معين او ابليكيشن معين في ملتبل ويندوز. وعايز تربط كل الكمبوننس اللي في كل الويندوز مع بعضها برابط مشترك بحيث ان ان حضرتك توجه رسالة اليوزر ان هي واحدة واحدة متكملة او ديزاين بتاعك واحدة 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 متكملة. طيب ليه توجه لليوزر ان رسالة ان الديزاين عبارة عن واحدة واحدة متكملة ان حضرتك لما تعمل اه كونسيستانت كالر وفونت وليه او اه وتايتلز ونافجيشنال اه ايدز اه لليوزر وصاين بوس السابتة في اماكن معينة اه في كل اللي سكوينز فحضرتك بكده بتسهل عاليوزر اه يعرف يعمل نافيجيشن ويتشجع اليوزر ان هو اه اه يعمل سلف اكسبلوريشن وان هو يستخدم الابليكيشن بتاعك. طيب هيكة دزاين ممكن تعمل ده ازاي او ازاي تنفس. يقول هنا ان الكلار. اوقت تحافظ على الكاركتريستك دي فكل تكون واحدة او موحدة في كل الدزاين اللي هي الكالور. الفونت. مدينا هنا مثال نحرك لو تلاحظ ان الديزاين موحد مكان الهيدر ثابت مكان الساين بوست ثابت الكلار نفسها والليارت وحتى انواع الخطوط موحدة من سكوين للتاني والبلاسمنت للألمنس برضو موحدة طيب جميل مثال تاني لو نزلنا التحت هنلاقي جد بلو هومبيج اللي لسه عاملين الاكزامبل بتاع الموبايل ديس بلاي بتاعه والتد هومبيج برضو كل السكوينز بتاعته موحدة تاني بتعونه معنا اللي هو هو نزل مع ذرة بسم الله سنتر ستيج سنتر ستيج سنتر ستيج عبارة عن ستيج يعني المصرح أو الستيج الأساسي أو المركزي للحاجة اللي حريك بتعرضها طيب ده ايه هو برضو ان حضرك تحط الحاجة الأساسية أو الشي الأساسي اللي هيتعامل معي اليوزر في المقدمة أو في البداية أو في السنتر ويتعمل كلاسترينج للسكندري تولز والسكندري كونتنت في بانالز في سمولر بانالز حوالين السنترال ستيج طيب بتستخدموا امتى قلنا زي ما احنا قلنا بتستخدم في معظم الابليكيشنز وفي معظم الويب سايتز تستخدموا ليه علشان توجه عين المستخدم بتاعك في البداية أو على الفرر في بداية مهمته او في بداية عملية الاكسبلريشن بتاعته للحاجة الأساسية الخاصة بالبراندينج او بالابليكيشن اليو هريك بتعمله ديزاين طيب ازاي حضرتك بتصمم السنتر ستيج هريك في البداية بتحدد الفيجول هيريكي بتاعتك ايه هو المين كونتنت اللي حضرتك هتعمله اساسي في الدزاين بتاعك ايه هي النوم مين كونتنت وبعدين بعد كده بتبدأ تاخد في الحزبان السايز والهيدلاينز او العنوين والكونتكست الخاص بالسنتر وستيج ديزاين بتاعك بحيث ان انت بتعمل يوزر اي اتنشن او اتراكشن للجزء ده تحديدا طيب اه بيقولك حطه في الفوق او 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 بس واحد مكانه بقدر الامكان اه في كل السكوينز حتى لو الكونتنت بتاعه اختلف طيب جميل اكزامبل على كده زي الجوجل دوك سنترال ستيج وزي البوهميان سكتش وزي الجوجل مابس جميل ثالث او باترن في اللياؤت الجريد اوف اكوالز يعني ايه جريد اوف اكوالز او او بيقول لحرك ان هي او ان حرك بترتب الكونتنت ايتيمز زي مثلا عناصر بحث معينة او نتائج بحث معينة في جريد او ماتريكس او بحيث ان هما الايتمز كلها تكون لها نفس الفيجوال ويت او نفس الوزن المرئي بمعنى ان هي تكون similar في الكاركتريستيكس الخاصة بيها بيستخدمها امتى؟ بيستخدم في الصفحات اللي بتحتوي على content item بيكون ليهم similar style أو similar importance أو نفس الاهمية للcontent بتاعه زي ايه؟ زي blog posts والproducts والsubject area والnews articles بحيث content بتاعي الحاجات دي بتكون موحد في importance ومفيش حاجة اهم من التانية قوي فبالتالي حضرك بتعمل لها او بتعملها design pattern اللي هي good of equals طيب جميل بتخدموا ليه نفس الكلام اللي هو حضرك لو عندك equal importance للcontent بتاعك او للايتمز معينة فحضرك برضو بتخليهم اقوال في design issues بتاعتهم استخدموا ازاي؟ بتحدد الcontent بتاعك وده اساسي طبعا زي ما احنا عرفنا في شكتر 1 & 2 بتاعينج الcontent items في grid or matrix على حسب زي ما احنا قولنا اللي هي similarity weight of importance و بترتبهم في الgrid بتاعتك مع الاخذ في الحسبان طبعا page width & screen او user device اللي هيعمل browsing لبيج دي عليه سواء اي browser window or use mobile or other device هنا هنشوف مثال للresponsive design على ال desktop version والmobile version والtablet version نفس الcontent وازاي بيتعرض على الثلاثة devices طيب examples للكلام ده طبعا احنا ممكن هيك تقرأ بالتفصيل لكن احنا بنعمل highlighting لmost important content لل pattern دي الholo grid ازاي عرض الgrid بتاعته خاص بالافلام زي ما احنا شايفين فكل الcontent ليها equal importance و cnn grid اخبار متساوية برضو في الimportance فمش عامل highlighting لحاجة دي branding معينة قبل tv grid كل الbranding بالنسبة لهم واحد فهو بيعرضها لك برضو في equal grid جميل بعد كده هنيجي المجموعة البترنز الخاصة ب الخاصة بshunking of information او البترن معينة titled sections يعني ايه titled sections من اسمها ونحرك بتحدد الاجزاء المختلفة للcontent بتاعك او للمحتوى بتاعك ويتدي لكل اسم لكل content item منهم اسم معين بحيث يكون visually strong title ويتفصلهم في اجزاء في اللي يعرض بتاعك وarranging them on the page بحيث ان انت تعمل shrunking للinformation زي ما احنا قلنا اللي هي تربيط المعلومات او تربيط الcontent المتصل ببعضه او اللي شبه بعضه في الاهمية طيب بتستخدمه انت بتستخدمه لو كان عندك محتوى كبير عايز تظهره بشكل مترابط كل جزء من المحتوى ايه يكون سهل لعملية الscanning للاي لليوزر بتستخدمه ليه علشان ايه الحاجة المتقسمة صح او الcontent المتقسم صح بتخلي اليوزر اول ما يشوف الsection page دي بيبقى comfortable اثناء عملية الexperation للpage وبيبقى guided في نفس الوقت او اه عارف طويقه فين طيب جميل بحركة designer بتاخد بعض العناصر اثناء عملية التصميم في الحسبان اول حاجة طبعا تحدد الinformation architecture بشكل صحيح جدا زي ما احنا شرحنا في شابتر 2 قبل كده او زي ما احنا شوفنا مع بعض البترز الخاصة بالinformation architecture design اه حاول تعمل العنوين مميزة اه الليها اه اه كاتشي بالنسبة لليوزر اه تعكس الالوان اه ما بين الاجزاء اه او الcontent الاساسي والعنوان بتاعه استخدم الwhite space اه علشان تعمل separation للsections المختلفة اه استخدم البلوكس او اه قتل الالوان اه في الخلفية اه بحيث تبقى اه 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 مع ال behind color of entire section استخدم البلوكس بحيث تحدد لليوزر ان الجزء ده مترابط اه وبالتالي ما يضعش ما بين ال different content sections كميل لو بصينا على examples the examples of titled sections اه ننزل تحت زي amazon account setting لو عمنا زوننج عليه هيك هتلاحظ ان titles والcontent اه مختلف في ال color مثلا عمل contrasting colors اه لو جينا لمسال تاني زي google account setting بسهولة تقدر اه تلاقي المين اه content boxes الجزء ده خاص بالlocation sharing الجزء ده خاص بالlocation sharing الجزء ده خاص بالcontext and so on and so on لو نزلنا نيجي للبترن التاني for shrinking of information module tabs اه بيقول لك استخدم module tabs او ايه هي module tabs الاول هي عبارة عن content اه بس معموله tabbing tabbing ده ما بيظهرش الا لو حضرتك اه فتحت tab بتاعه او ال content ده ما بيظهرش اه الا لو حضرتك فتحت tab بتاعه بتستخدمها امتى بتستخدمها لو عندك اه كمية كبيرة من heterogeneous content او ال content الغير اه مترابط ببعضه ما عندكش مساحة في الصفحة اه فبالتالي حرك بتضطر ان انت تعملها جوه tabs اه المدول دي لها اه characteristics مشتركة users need to see only one module at a time they are of similar length and height there aren't many modules fewer than 10 preferably a small handful the set of modules is fairly static new page won't be added frequently nor will be existing change المدول content ده بتكون related ببعضها او similar او زي بعضها اه دي ازاي حضرتك او استخدمها امتى لو عندك heterogeneous content ممكن اه تقسمه المدول كل مدول بيحتوي على characteristics زي فهدرك هتبطر او هتلجأ لاستخدام ال tabs اه وطبعا مع عدم امكانية ان انت تظهرهم كلهم اه على الشاشة بتاعتك طيب بتستخدمها ليه اه ده نوع اه اه افكتف جدا في عمل اه 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 وفنفس الوقت اه اه زي اه 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 بهكي خطوهنا الفرائت ديزاني ال参ierz ديزي اه 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 تقومى المثال في النهاية اه ديزائن واقع طيب جميل حدد علامات التبويب بتاعتك ومش لازم علامات التبويب بتاعتك او التابس بتاعتك دي اه تكون اه فوق. لا دي يقولك ممكن هيفتحطها في اي اه سايد من السايد بس تكون اه متناسقة كلها نفس الكلر نفس الوضع نفس المكان كلهم بينهم مسافات متساوية. لو عندك اه مساحة اه صغيرة علشان تحط التابس بتاعتك فحاول تصغير مثلا التسمية اه حاول تستخدم فونت اه فاميلي معين اه يناسب المكان او الاسبيس اللي عمي واخر حاجة بيقولك اه اوعى تستخدم الو اه في التابس طيب اكزامبلز معينا نعمل لها زومينج شوية اكسبيديا سيروش والماك او اس سيستم بيرفيرنس تابس بتاعته طيب اه البطن البعد كده في الشرنكينج او في انفورميشن اسمه اكورديونز اكورديونز اللي هي من ترجمتها الاكورديون يا جماعة طيب الاكورديون هي زي ما احنا عارفين هي قلة موسيقية بتتفرد ماشي اه بتبقى حجم مختلف اه لما تبقى اه مقفولة ولما بتتفرد بتاخد حجم اكبر نفس بالضبط الشكل اللي قدامنا او الاكزامبل للاكروديون ان هي عبارة عن اجزاء الاجزاء دي جنبها مكان لو اليوزر ضغط عليه بتاخد حاج اكبر من مجرد التاب اللي هي عرضه بتستخدمه انت نفس الوضع في الموديول تاب زي ما احنا قلنا لو عندنا هيدروجونيس كونتنت في البيج بتاعتنا وعايزين ننظمها بطويقة بس ما عندناش مساحة كافية ان احنا نظهر كل الكنتنت فبالتالي ممكن حقيقة تستخدم الاكوديون تستخدمهم لي هي عملية عملية جوبينج اند هايدنج شونكس اف كونتنت طبعا بتخلق نوع من الانتر اكتيفتي ما بينك وما بين اليوزر او forma بين الاليمنت ساعتك وما بين اليوزر. بيقول هي باترن مشابه جدا لحاجة التانية للاعول بترز التانية زي الموديول تاب زي الموديول تاب زي الموفر بالبانالز النغل بالبس والوضوع والتايتل الموترط الثواءون طويقة التنفيذ بتاعتها متشابهة مع الموديول تاب زي ما عندما تعمل اضغط الجروبينج لقس منيك دعي جنبهم الضغط الترة أكثر توجه الديوزر انه يضغط عليها فتعرض له بقية الديوزر دي اكزامبلز طبعا زي ما احنا شايفين فيه هنا مسلس بيعود بقية الـ Content زي جوجل كوم سيتك طيب المدول الباترون البعد كده إيه هو لو كان عندك موديولز أو Optional Content أو Secondary Content مش أساسي من ضمن الـ Contents الخاصة بتاعتك وعايز تعرضها لـ User بحيث ان انت تمكنه ان هو يفتحها ويقفلها وقت ما هو عايز فبالتالي بتستخدم Collapsable Panel Collapsable يا جماعة يعني قابل للطي بتستخدمه مئمة وليه؟ هو الشوية الـ Collapsable مختلف عن في ان الأكورديون والمديول بتعمل هو الـ Content المتشابه لكن ما بتعملش لـ Content لا هي بتعمل لـ Non Critical Piece of Information طبعا كأي حاجة لازم حركة تعمل بشكل صحيح وبعد كده بتشوف Non Critical Functionality or Non Critical Content وبتبدأ تحطه في الـ Collapsable بـ Title معينة هنا مدينا بعض الـ Examples لـ Collapsable Panel زي في الـ iPad version لو هيك رحزت هنا حاطة الـ Collapsable Panel في الناحية الشمال ننزل لتحت برضو في الـ Google Map على الـ iPad version برضو حاطة الـ Collapsable Panel هنا في الـ Left Hand Side فيها بتحتري على الـ Direction Functionality أو معينة الأسهم أو معينة الساينز الموجودة على الخريطة طيب الموفابل بانالز الموفابل بانالز حاجة من الـ High Interactivity موديولز أو اللي حضرتك بتستخدمها في الـ Design بتاعك في حالة أنه حضرتك مثلاً بتعمل حاجة Creative Content Tool أو Creative Content Creator Tool زي مثلاً Illustrator أو Paint أو Whatever أو Photoshop بيمكنك إن هو حضرتك كـ Designer بتغير مكان البوكسز بتاعتك أو البانالز بتاعتك زي ما حضرك عايز عايز تحطها على اليمين عايز تحطها على الشمال فلك مطلق الحرية إن حضرتك تغير مكانها فبالتالي حضرتك لما بتعمل Design لـ Application خاص بـ Creation لـ Content معين فحضرتك بتوجه برضو الـ User نحية إن هو يبقى حر في تحريك البانالز بتاعته تمام؟ وطبعاً هنا مدينا مثال على Adobe Illustrator وموضح لنا الكلام ده في لي تستخدم الموفابل بانال بتزود طبعاً الـ 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 و الـ و الـ و الـ 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 بيقول لك هنا نفس الكلام اللي احنا قلنين هو ودبنجع بان the design you have chosen you might want to give the user freedom to place these spaces anywhere ويخلي الـ User يقفلها لو هو مش محتاجها ويظهرها تاني بطريقة سهلة من الـ من User كميه لحد هنا لكم خلصنا شرح شابتر 4 اللي كنا بنكلم فيه على Layout Design بدأنا بشرح في الأول Basics of Layout Design وبعدين خدنا أو شرحنا مع بعض بعض الباترنز الخاصة باللياوت وازاي نعمل برضو chunking of information في مجموعة من باترنز تانية أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في الشابتر 5 من كتاب Design Interfaces السلام عليكم